سألك سؤال وهاختر السيغة بتاعت السؤال مين اللي أداءه فنياً في الملعب كان بيعجبك أكتر؟ مرسل كلر ولا بيتسه مسيماً مش قولك مين الأفضل؟ الاتنين نجحين مع النادي الأهلي بس مين الأداء مع النادي الأهلي كان أفضل من وجهة نظرك؟ متى اللي كلر ماتشاطه أكتر كويسة اللي فيها سبات أكتر طبعاً مسيماً يعمل بعض الماتشاط طبعاً بحس اللي هو في الماتشاط الكبير قوي ببقى ليه تواجد صحية فيه ماتشاط في الدورة بتاع ماحس اللي هو مش مركز فالمستوى عنده فيه تزبزب كبير لكن كلر يمكن بدأ شوية متزبزب لعدم خبرته باللعبة بعدم خبرته بالدور المصري عدم خبرته بالدور الأفريقي وليسه بيحط أفكاره كمان يمكن أخر شوية فيه سبات التشكيل فخدت منه وقت شوية عطلته شوية بس الظروف خدمته يعني كما ممكن تخرج في الدور المجموعات بقى أنت خلاص وزيه تفاشل وزيه مش ناجح لكن هو لأ عنده خبرات كويسة جداً استوعب الموضوع يمكن خد وقت مش وقت جابد ولكن يعني فيه ناس فيه مداربين تلقط بسرعة تشتغل بسرعة وتلاقي يعرف وفيه وقت طول جداً لأه هو أخد الوقت الوسط وقدر يمشي والمستوى ابتدأ يبقى فيه سبات في المستوى فده مدارب كويس أصعب حاجة في كرة الخدم السبات صعب يعني دي كلمة ممكن خدناها في محاضرات برة مثلاً إزاي تحاول تثبت بفيه عندك سبات بدني وفني فترة طويلة أيوه أنت مستحيل يبقى السبات إلى مالة نهاية مستحيل لا بس تحاول تثبت الفترة دي فده أصعب حاجة في كرة الخدم صحيح لأنا فرقتي تبقى سبت وكولر بيعمل موجود عند كولر شوف نها خد فترة طويلة جداً فيه سبات صحيح فيه منستوى صحيح